هنعمل صنية كوكز حلوة قوي 4.5 من الدقيق 4 كبيات 4.5 كبيات من الدقيق عندنا معلقة ونص كبيرة من النشا عندنا معلقتين صغيرين من بيكربونات السوديوم معلقة صغيرة من الملح 300 جرام زبدة مذابة كباية ونص كربوني كباية ونص سكر أبيض 2 بيضة كاملين و2 أصفر بيضة يعني دول معدل 2 بيضة كاملين و2 أصفر بيضة عندي كمان معلقة كبيرة من الفانيليا و3 كبيات شوكولاتة بصوا أنا هسيب لكم الشوكولاتات هقف عند الفانيليا وهقول لكم وهرجع نزلكم طبعا صنية الكوكز ثاني كل المكونات اللي أنا قلتها اللي هي الدقيق والنشا وبيكربونات السوديوم والملح والزبدة المدابة والسكر البني والسكر الأبيض والتنين البيضة كاملة والتنين الأصفر الواحدة والمعلقة الكبيرة بتاعت الفانيليا أنا هعجنهم كلهم دلوقتي مع بعض بصوا لسه بعجن فيها لسه ما خلستهاش بضرب فيها بقت فومي معايا حلوة جدا ونص من الدقيق يكون معانا حلو جدا مش هاز من الخلو المراضي معلقة ونص كبيرة من النشا اتنين معلقة كبيرة من بيكربونات السوديوم معلقة صغيرة من الملح 300 جرام زبدة مدابة وعندنا كباية ونص من السكر البني وكباية سكر أبيض عادي جدا لوسكر سنيدة كمان عندنا اتنين بيضة كاملين واثنين أصفر بيضة حلو طيب عندي كمان معاهم عندنا معلقة كبيرة من الفانيليا وثلاث كبيات من الشوكولاتة بالحليب تبقى حلوة جدا واثنين كباية رقائق شوكولاتة يعني بصوا هنبدع فيها وهنشكل فيها زي ما احنا عايزين بس بتبقى حلوة جدا ننزل هلك هاخد الدقيق بتاعي كده وابتدي أعجل تعالوا شوفوا معايا القوام بتاع العجينة أعيز أوريه لكم ضروري جدا ده قوام الكوكيز يعني حاجة حتى لو عايزها تعمليها وحدات شايفها اهي شايف القوام هو ده اخد بقى أنا الشوكولاتة الرقائق واحط كده واخد شوية مكسرات وده اختياري طبعا ممكن تحطوش مكسرات ممكن هي رقائق شوكولاتة ونكتفي بذلك وممكن نعمل كده ممكن نلون العجينة ونخليها ألوان كتيرة في بعضها وتبقى معانا برضو حلوة قوي بس كده شفتوا خلطة بسيطة خالص ننزل كل ده يلا 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 بصوا بقى أنا حط نقطة زيت في ايدي عشان أفردها حلوة قوي وتبقى معايا رائعة نقطة بسيطة خالص اهي في ايدي وابتدي أفرد الكوكيز بصوا على الكوكيز عامل إزاي قوامه شايفين حاجة رائعة احنا نعملها صنية النهاردة يعني شوفوا تنفع حتى طرطة البساطة بتبقى حلوة جدا أحيانا هعمل ايه بقى شوية شوكولاتات عايز أقولكم الموضوع الحتة دي كده ملغمة بالحاجات الحلوة وشوية من برضو المكسرات وده اختياري عندكم ممكن تعملوه وممكن ما تعملوهوش أخذ أعمل طبقة تانية تبقى محشية دي بالشوكولاتة لكم ان تتخيلوا ممكن نعملهم وحدات على فكرة عادي جدا هبتدي أعملها أنا كده والكوبكيك على الشاشة يا الله مغرية مغرية بمعنى مغرية وجربوها وانا وما بتتشاشر من الصنية غير لما ايه غير لما بتهدى شوية لانا لو تشارت بتبقى طرية جدا دي بقى هتخش لها قدية هتخش لها بالزبط خمستاشر دقيقة وناخد شوية دول ما نسيبهم شحران بصوا لو عايزين تعملوهم الزغنططين تعملوها كده أهي خلاص هي كده وتبططوها حاجة بسيطة وحطوها هتفرش معاكم وتبقى كوكيز حلوة جدا بس أنا طبعا هنا هنعملها بالشكل ده العجينة قبل ما حط فيها الحاجات اللي حضرتكم شايفينها دي ناخد برضو الشوكولاتة ونسيب شوية زين به واضغطها كده طيب الحاجات دي كلها انتو تتحكموا في الكميات بس لو عايزينها صغيرة عايزينها عايزينها ملونة بتاخدوا العجينة وتلونوها بألوان بودرة تبقى معاكم حلوة جدا تاخد لها خمستاشر دي أو تبقى معانا حلوة قوي قوي بسيح لها طبعا شوية شوكولات عشان نزينها به في الآخر وتبقى معانا برضو رائعة اشتركوا في القناة